ناس كتير بتقع في فخ ناية تمشي ورا الترند ورا اللي الناس بتقول عليه حلو وناس كتير تانية بتهتم لأ تهم بشكلها بطريقتها وبتمشي بمزاجها وتبقى وثقة في نفسها أنا هنعرض بقى معايا الفنانة علا رشدي اللي هتكلمني عن اهتمامها بشكلها واهتمامها بناية بقاليها الستايل بتاعها بتاعها هي بس ومايفرق لهاش رأي أي حد تاني زيك يا علا؟ زيك يا شريف أخوارك إيه؟ الحمد لله كله طمام؟ الحمد لله الحمد لله عقول لأ انت من الناس اللي من أول ما ابتدتي وكنت مختلفة في شكلك في ستايلك في طريقة كلامك وفي لبسك ليش كده ستايلك مختلف جدا عن كل الناس حتى شعرك الكيرلي يعني ناس كتير قوي تقولك إيه ده كيرلي و بتاعه وضرب شعرك في الخلاط فقط كمتاليك اهما تغيرين والكلامك ايه يا انتمر مشوئية يعني كنت كان يعني هلش حد خالص ساعتها شعرك كيرلي لحد كيرلي على التليفزيون ولا على السوشيال ميديا أنا عايز أعرف بقى انتي ازاي قدرتي تقاومي كل ده وتبضلي كده ايه؟ يعني مسكة كده ايه في القرار و تقولي لأ أنا شعري كيرلي بما أننا بنشوف ناس كتير بالذات على السوشيال ميديا اللي بقى تعمل فوتو شوت و شعراها ازاي اللي تروح فين وانتي قلتي لأ أنا شعري كيرلي وهو كده لا اللي أنا بعمله أسهل من هما بيعمله بصراحة يا حقيقة يعني هما اللي بيتعبوا نفسهم قوي الموضوع يعني أنه يعني أنا بحاول أعمل مثل اللي هو صعب اللي هو بقى فوتو شوت و نعمل شعرانها و نلبس بواريك و كل يوم لك وكده دي بتبقى لذيذة الواحد ساعت بيذهق يعني ها بس بس أنا بحب بقى على طبيعتي يعني موظف بالوقت لو أقدر يعني دي طبعا الأدوار أو كده بس بحب بقى على طبيعتي بحيس إنه ده جزء من شخصيتي و أنا هو ده أنا يعني ده أنا بالضبط بالضبط لا وبتبقي متمسكة دايما هو أنا شعري كيرلي و دي شخصيتي وهو كده يعني ما بتحاوليش إن أنت مثلا تقولي طب خلاص بقى نحا بقى بيبي ليس طبعا نحاعمل سيشوار وبتالى أنت لا ما أنا حاوليك يا بس جربت كل حاجات دي يعني بصراحة ساعت بقى كنت بازق وبعلمة لو شعرك مثلا خفيف بيستحسن أن أنت مثلا تقولي طبعا عامله و خلاص و في بقى ناس بتعمل كدهتين و خلاص وعمل فيه كده و فيه أصلا اكتشفت أنه نص الناس اللي في مصر شعرهم أصلا كيرلي النص إيه نص سعين في المية والله العزيز المعمول لو هي ده هتقولي أنا أصلا موظ غير كنت كيرلي يا أه و صور بقى لو إيد أنت كنت كيرلي دي حالي بس في ناس بيليق عليها و في ناس تانية بحيثوا أنه لا يعني ستريت بيليق عليها أو يعني بس طبعا كلما تبقي ناترل سواء شعرك ستريت أو كيرلي بيبقى أحلى بيبقى أحسن بيطبيعية